أربعة ثلاث في أربعة على المقام في المقام أربعة في خمسة ثلاث في خمسة خمستاش ناقص ثلاث في أربعة أربعة عشرين خمستاش ناقص أربعة عبارة عن واحد على عشرين وبأبسط صورة تأكدت أشياء عملت ضربت بسط الأول الثلاث في الخمسة ونزلت إشارة الناقص بعدين ضربت الثلاث في الأربعة على أربعة في خمسة نشوف هذا المثال كمان المقامات عندي غير متساوية ولا الأول مضاعف للآخر ولا الثاني مضاعف للأول إذن مباشرة بسط الأول في مقام الثاني اثنين ناقص بتنزل واحد في ثلاث على ثلاث في اثنين فمباشرة يا ميس سبعة في اثنين أربعة عشر ناقص ثلاث على ستة أربعة عشر ناقص ثلاث أحداش على ستة وأيضا بأبسط صورة نفس الطريقة بالضبط لكن بدل ما بجمع بطع خلينا نشوف قاعدة رقم ثلاث ألف منها كيف أطرح حيبلش الاختلاف هون يامس في طرح عدد كلي يعني العدد الصحيح من كسر فعلي أنا عندي كيف بدي أطرح عدد كلي خلينا أكتب لك القاعدة كيف كانت سي ناقص اي على بي إذا كان سي عدد كلي ناقص كسر فعلي شو بعمل بطلع على مقام الأول شو مقامها بي فبعمل لا السي مقام واحد فبضرب بسط وبسط مقام في بي بسط ومقام في بي وبعدها يا خامس شو بعمل بحكي اي سي في بي ناقص اي على بي كمان مرة أنا عندي سي لحالها حطيت مقامها واحد وضربتها في مقام الأول ورجعت كل إشي زي ما كان سي في بي ناقص اي على بي خلينا نأخذ مثال عشان نتعلم صح ثلاث هكينا نحط للثلاث مقام واحد وبمد خط الكسر سواء ضربت خلف الثلاث أو أمام الثلاث إنها بتفرق لأنه عملية الضرب عملية تبديلية أشق مقام الأول الثاني خمسة فبضرب بسط ومقام خمسة إذن خمسة في ثلاث ناقص اثنين على خمسة تمام يا مس مباشرة خمسة في ثلاث خمستاش ناقص اثنين على خمسة خمستاش ناقص اثنين ثلاثتاش على خمسة فممكن طالب بحكي لي ثاني يا مس أنا ما بدي أستخدم هاي إني أضرب وأواحد فمباشرة نبدأ أستخدم طريقتك بحكي ثلاث ضرب خمسة ناقص اثنين على خمسة هاي طريقة مختصرة تمام يا خامس طريقة مختصرة اللي هي خمستاش ناقص اثنين على خمسة يعني اختصر هاي الخطوة انه ما وحد الثلاث بضرب بسط ومقام في ثلاثة يعني مباشرة ضرب الثلاث في الخمسة ونزل الاثنين على المقام نفسه الخمسة ناخد كمان مثال وبدي أستخدم الطريقة المختصرة عدد كل ناقص كسر فعلي فمباشرة خمسة في ثمانية خمسة ضرب ثمانية بسكر القوس ناقص سبعة على ثمانية خمسة في ثمانية أربعين ناقص سبعة على ثمانية أربعين ناقص سبعة هي ثلاثة وثلاثين على ثمانية وبأبسط صورة تمام يا خامس واجب بيتي صفحة 96 ثلاث واربع وخمسة وستة وسبعة سؤال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع صفحة 96 ويعطيكم الف عافية